مرحبا اليوم رح نكمل نخبركم عن المشاكل الجلدية يلي ممكن تصيبنا خلال فصل الصيف المشكلة الكبيرة يلي تقريبا قسم كتير كبير من المجتمعاتنا العربية بعاني منها هي الكلف الكلف هو كينية عن ظهور بقع رمادية لبنية اللون عادة على الخدين على الجبين فوق الشفاف بس فيها تبين بحيالة محال بالوجه فيها تبين على الرقبة على الصدر وعلى الذراعين النساء معرضين أكثر من الرجال للإصابة بالكلف بسبب الأرمونات لهيك خلال الحمل أو مباشرة من بعد الحمل مننتبه أن النساء بيين الكلف على وجه بشكل ملحوظ ننصحكم إذا بدكم تستعملوا علاج واحد فقط لعلاج الكلف هو الوقاية من الشمس الوقاية تعني لبس كبعة لما نكون خارج المنزل لبس فيه بتغطي رقبتنا وكتافنا وصدرنا ودهنا الواقع من الشمس وتجديده كل ساعتين وأكيد ما ننسى أنه لازم يكون واسع الطيف وتغطيته مع مؤشر حماية من 30 وما فوق وهلأ رح نحكي عن مشكلة بممكن تصيب محبي المانيكور والباديكور في خطر أنه يلتهبوا أظافرهم لهيك نحن بننصحهم أنه دايما يرطبوا ضفيرهم خاصة من بعد ما يشيلوا طلاء الأظافر لأنه بنشفهم تانيا ينتبهوا ما يشيلوا الجلدة اللي على كعب الضفر لأنه هيدا الجلدة بتحمينا من الالتهابات لكل المحبين الاعتناء بضفيرهم بسالونات العناية ينتبهوا منيح أنه تكون الاستاتيسيان عندها خبرة يطلعوا منيح إذا على الطاولة ما رح يحطوا أصابيعهم تكون نظيفة وأنه تكون الاستاتيسيان عم تغسل دايما إيديها بين كل زبون والتاني وما يكون فيه أدوات وصخة مكبوبة وينما كان بالسالون وننسى أبدا نسألهم كيف وين بنطفو أدواتهم من أجل الحلقة مننصحكم أن تنطروا 24 ساعة من بعد الباديكور لتعملوا حلقة لأن إذا عملتوا قبل لإجريك ونصار في خدش صغير ممكن تنصابوا بإلتهاب بكتيري ولكل الأشخاص اللي بحبوا يعتنوا بشكل دايم بضفيرهم مننصحهم أنه نجيبوا أدواتهم الشخصية وينطفوها من مرة للتاني ويتأكدوا قبل ما يعملوا الباديكور أن يكون الجاطة اللي بحطولهم إجريهم فيه يكون نظيف ومعقام وإذا ما حبيتوا السالون فيكم بكل بساطة تغيروه وللأشخاص اللي بحبوا يحطوا ألوان غيمقة على ضفيرهم مثل الأحمر أو البرتقالي ينتبهوا يحطوا بعض شفافة يعني طبقة شفافة بالأول لما يتصبغوا ضفيرهم بلون أصفر وإذا صارت الشغلة معكم وصاروا ضفيركم صفر ما بيأثر عملية بتاخد تقريبا كم أسبوع وبيرجع لون الضفير للطبيعي لحد هلأ ما أثبتت الدراسات أنه وضع الجيل أو الجيلاتين على ضفيرنا بيقويهم وبالنسبة للضفير الإصطناعية انتبهوا إذا كانوا ضفيركم طبيعية ما عندكم ولا أي مشكلة ما في مانع أنكم تحطوا ضفير إصطناعية عند المنسبات بس مشكل يوم إنما إذا كان فيه مشكلة بالضفر كان ضفر مريضي بتكسر بسرعة أو ضفر فيه فطريات منفضل إنكم ما تحطوا الضفير الإصطناعي لأنه هذا الشيء بيقدي إلى تفاقم المشكلة وهيكي إذا عادكم بعد أسئلة عن العناية بالضفير ننصحكم تزوروا الطبيب المختص اللي هو طبيب الأمراض الجلدية ليس عادكم هيك اليوم نحكينا عن مشكلتين ونكمل بالحلقات الجاية نحكي عن بقية المشاكل اللي بتعطوا ردنا بفصل الصيف اشتركوا في القناة